قالت مصادر العربية أن الاستخبارات التركية دعت عددا من قيادات الإخوان إلى اجتماع صباح اليوم بحضور نائب رئيس الاستخبارات التركية أوضحت مصادر العربية أن مفاوضات ستشمل أموال واستثمارات الإخوان في تركيا وتجري الاستخبارات التركية حاليا محادثات مع قيادات الإخوان للتشاور حول ملف الإعلام في تركيا حيث رجحت مصادر العربية أن تحسم أنقرة مستقبل قنوات الإخوان نهائيا يوم السبب حيث طلبت الاستخبارات التركية من قنوات الإخوان التي تبث من تركيا وقف الهجوم على مصر ودول الخليج المحادثات تتضمن أيضا ملف تجنيس قيادات الإخوان وذلك بتزامن مع وضع أنقرة لعدد من قيادات الإخوان قيد الإقامة الجبرية ومنع تحركاتهم إلا بأوامر السلطات التركية كما طلبت الاستخبارات التركية بتقييد تحويلات مالية لقيادات الإخوان في تركيا لحين الموافقة على الشروط التي وضعتها السلطات